موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جمهير الاهلي العظيمة كل مكان اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الاهلي وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي مباراة مهمة جدا 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 بس خلينا قبل ما نتكلم في المباراة أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير والشعب المصري كله بخير وسحة وعافية وسعادة بمناسبة قدوم عيد الأطحى المبارك أعاد والله عليكم وعلينا جميعا بالخير واليوم والبركات طبعا انتهينا من بطولة الأفريقية الحمد لله خير الحمد لله حققنا معادلة الصعبة لحد دلوقتي الحمد لله كسبنا البطولة بطولة رقم 12 بس كعادة جماهير النادي الأهلي وكعادة الأهلوية جميعا البطولة خلصت بندور على البطولة 13 نهاردة عودة مرة أخرى للدوري المحلي طبعا انتهى الموسم الأفريقي بالنسبة للنادي الأهلي بنجاح الحمد لله تتويج بدوري أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق وأرقام خياسية جديدة ما يعرفش حققها غير النادي الأهلي ما يعرفش حققها غير النادي الأهلي والجماعة اللي كانت بتشكك في إمكانيات النادي الأهلي ومستوى النادي الأهلي الفترة اللي فاتت وأنه هو مش مرشح أصلا إنه ياخد البطولة لا قدر لعبة النادي الأهلي وجهازهم الفاني والمسؤولين النادي الأهلي والمنظومة ككل بصفة عامة ترد عليهم بالنتائج بالأرقام النهاردة نرجع بقى لمسابقتنا المحلية اللي هي أصلا متسمية باسم النادي الأهلي بطولة محببة ليه؟ جماهير النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي بطولة الدوري العام مباراة النهاردة قوية هتقول لي قوية بين نادي الأهلي وفاركل اللي في المركز الستاشر أقول لك أه لقاء مؤجل من الجولة الحداشر من الدوري الممتاز لو بصنا في جدول الترتيب ممكن تقول إن الماتش سهل ممكن تقول إن الماتش سهل إنما لو بصيت بطريقة عملية وبتركيز في جدول الدوري هتقول لا دي من أصعب الماتشات اللي بتواجه النادي الأهلي في فترة دي وعايز أقول لحضراتكم على الفترة دي كان فيه زمان كابتن ميمي الشربيني كان دايما يقول لك في الفترات الصعبة يقول لك مرحلة المطبط الصعبة هي دي مرحلة المطبط الصعبة للنادي الأهلي إحنا بنتكلم عن النادي الأهلي لعب 15 مباراة في الدور يعني ناقص له كم؟ ناقص له 19 مباراة المفروض على حسب ما قال رئيس الرابطة النائب أحمد دياب إن الموسم ينتهي في نص أغسطس في نص أغسطس معنى كده إيه؟ معنى كده إن النادي الأهلي حيلعب مباراة كل 72 ساعة النائب الأهلي يومين والثلاث يلعب ماتش يومين والثلاث من دلوقتي الحاد بنص أغسطس بنتكلم على شهرين طيب في المعادلة دي حلها إيه؟ حلها في إيد ميسر كولر واللعيبة والتوفيق من عند ربنا مفيش حلول تاني مفيش حلول تاني الموقف صعب من أصعب الموقف اللي إحنا بنمر بيها كل سنة بقى لنا في الموال ده أربع خمس سنين الدنيا كلها خلصت الدوريات عندها وخلصت البدورات عندها إيه اللي إحنا؟ لسه شغالين ويه؟ المؤجلات أحياناً البعض بيشوف المؤجلات دي ميزة لا هي مش ميزة أنا بقول إن ده كمين في آخر الموسم ده كمين في آخر الموسم لأن إحنا عارفين إن لعيبة النادي الأهلي عانوا قد إيه سنة دي من الإجهاد والإصابات والمجلات المتتالية عارفين ده كويس قوي قوي لما تيجي كمين في نهاية الموسم وتتغط لهم الموسم ده دي ضريبة بيتفحها النادي الأهلي كل سنة إحنا في الموال ده لازم حتتدفع حتتدفع ومنازمة ما حتتدفع حتتدفع دي وحرجع كمل تاني أنا بس لي رجاء رجاء من رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد ديال والكابتن عامر حسين لأنه عضو وهو رئيس لجن المسابات ياريت في الأجواء دي إحنا بنتكلم على المنظومة الكروية إيه أهم عنصر في المنظومة؟ أهم عنصر في المنظومة العنصر البشري درجة الحرارة عالية جدا 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 الفترة دي فياريت بالتنسيق مع المسؤولين رأفة بلعبتنا ما بقولش على لعبة النادي الأهلي بس لا رأفة على اللعبة كلها على اللعبة كلها في جميع الأندية إحنا شايفين الأجواء صعبة جدا 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 اليومين دول فمش معقول تخلي فرقة تلعب الساعة 4 مش ممكن فرقة تلعب الساعة 7 في درجة حرارة 50 طيب حتى نأجلها ساعة نأجلها ساعتين بالتنسيق مع المسؤولين أنا معرفش ليه بتتلعب الساعة 7 أكيد فيه أسباب أربعة وسبعة بس أهم عنصر اللي المفروض المفروض أنت بتوفر له الأمن والسلامة هو العنصر البشري سواء مسؤول أو لعيب سواء مسؤول أو لعيب مش عايزين نندم حيث لا ينفع الندم يحصل حاجة لعيب يحصل حاجة لعيبة في الأجواء دي لا لازم يبقى فيه تنسيق مع المسؤولين أنا معرفش مين من المسؤولين أنا معنديش فكرة ولكن لازم رابطة الأندية بالتنسيق مع المسؤولين لو سمحتم تراعوا الأجواء دي ورفقا باللعبين بتوع الدولي العام المصري اللي هما مكملين لسه شهرين موسيقى موسيقى